توفرت اليوم نسخة الجيل الجديد من لعبة Resistant Evil 2 و 3 ريميك بالإضافة إلى Resistant Evil 7 وهي عبارة عن نسخ جديدة بتروفيات جديدة وليس فقط تحديد وطبعا تقدر تنقل تخزينك وتطلع تروفيات مرة ثانية وإذا عندك نسخة من اللعبة على البلايستيشن 4 والإكس بوكس 1 بتاخد ترقية مجانية سواء كانت عندك نسخة رقمية أو CD وأول وأحلى شي في نسخ الجيل الجديد أنهم أضافوا اللغة العربية في ريميك Resistant Evil 2 و 3 ترجمة كاملة للقوائم والحوارات وطبعا Resistant Evil 7 مترجمة من أول طيب وش تغييرات اللي صارت في نسخة الجيل الجديد؟ أول شي اللودنج أو التحميل صار سريع جدا في كل الأزام ثاني شي الدقة صارت 4K حقيقي بعد ما كانت أب سكل وفي بعض الأجهزة ما كانت توصل أكثر من دقة 2K فالوضوح صار أفضل بشكل عام ثاني شي صار عندك مودين للرسومات مود الإطارات ومود تتبع الأشعة تقدر تفعل أو تختار واحد فقط من بينهم وأول شي مود تتبع الأشعة بيخلي اللعبة تشتغل بدقة 4K مع 60 إطار في الثانية مع تقنية تتبع الأشعة اللي أشوفها شي ضروري جدا تلعب فيها في ألعاب الرعب علشان تقنية تتبع الأشعة بتعطي مظهر ممتاز للعبة من ناحية الإضاءة وهذا يخليها تصير مرعبة أكثر فنصيحة إلعبوا دائما ألعاب الرعب بشكل عام بهذا المود لكن صراحة فيه مشكلة حاليا وهو لما أشغل مود تتبع الأشعة اللعبة يصير فيها تقطيع في بعض الأماكن وخصوصا اللي فيها أسطح كثيرة وإنعكاسات تصير تحس في دروبات وتقطيع مزعج في اللعبة وأتمنى يتصلح مع التحديثات ثاني مودو اللي هو الإطارات يخليك تلعب اللعبة بمعدل إطارات أعلى من الستين وبحسب الشاشة اللي عندي شايف الإطارات توصل إلى 100 أو أكثر بعد وما كان فيه دروبات أو تقطيع مزعج مثل مود تتبع الأشعة وآخر شيء لإضافات في النسخ الجيل الجديد هي خاصة في بلاستيشن 5 مثل دعم أصوات 3D لتعطي فعلا ألعاب الرعب أصوات أفضل وتصير مرعبة أكثر ودعم وظائف يتحكم بلاستيشن 5 من الإهتزاز والأدابتف تريجر وهذا كان فيديو اليوم أتمنى أكون أفدتكم فيه واكتبوا لي تحت في التعليقات هل بيكون لكم تجربة لنسخة الجيل الجديد أو لا